اقوى من حقن التبييد وقبر النظارة هتبايد بشرتك في خلال ليلة واحدة بس ليلة واحدة بس بات حداكي هتبقي بيدة زي القشطة ولو عندك تصبغات وعندك بقع وعندك تجعيد وعندك أصار جروح وحبوب ووشك كله غامئ عايز اقول لك الوصفة دي هتبايد بشرتك وهتديك نظارة رهيبة وهتديك بياض التلج اقوى وصفة لتبييد البشرة بياض دائم من اول استعمال وتحدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخوتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تقولوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات صحرية مع مايا النهاردة جايبالك ملك التفتيح الفوري والله يا بنات الوصفة دي بصفة الانقاذ السريحة تديك بياض التلج هتشلك كل البقع وكل السواد من اول استعمال من الحاجات اللي بتمتص السواد كده زي ما بتحطي كده قطنة وتغمزيها وتروح شايلالك كل السواد اللي في وشك عايز اقول لك وصفة قوية وقم بلا بالله عليك اي شايار الفيديو على قد ما تقداري لصحابك لان الفيديو ده فاضيع هيديكي نتائج هيلة جدا لكل البنات اللي عايزة بشرتها اتنور على العيد وفي ليلة واحدة بس ابنى ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الاشتراك واتفع علي الجارة عشان يوسلك مني كل جدير لايك للفيديو فضلا وليس امرا بستي بقى حبيبة قلبي زي ما احنا متفقين الوصفة ما فيهاش مكونات كتير بس نتائجها فضيعة هتديكي كمية بياض في بشرتك في ليلة واحدة بس حابدة اجيب المكون الاساسي معايا وهو حابدة واحدة من البطاطس هنا البطاطس هنعمل بها حاجة حكاية عارفة لو وعندك بقعة في وشك او بقعة السنين واصال حروق الشمس عايز اقول لك بحبة البطاطس دي هنعمل بها حاجة مش هتلاقيها غير عن دماء وبس هتديكي كمية بياض في بشرتك فولي حبدة ان انا اجيب حبة البطاطس بتاعتي وهنا بقى عايزكي تخسلي البطاطس كويس جدا عشان انا محتاجة حبة البطاطس بالقشر بتاعها مش محتاجة البطاطس نفسها وكمان محتاجة القشر يعني البطاطس اي طينة او اي اتربة تضر ببشرتك وهبدأ ان انا اقطع قطع البطاطس بتاعتي بالشكل ده وعندي هنا حباية تانية صغيرة دي حباية وسط وحباية تانية صغيرة محتاجاها ضروري جدا جدا فحركة كده احنا هنعملها في خلال عشر دقايق بالزبط هتتفاجئ من النتائج لو عندك خروجة بقى وعايزة حاجة تديكي البياض الفوري وتشل كمان الهالات السودا اللي تحت عينيكي عايزة اقول لك وصفة جبارة بصوا بقى هنقطع حبة البطاطس لقطع صغيرة بالشكل ده وعام حاجة زي ما متفقين نكون ضمنين ان هي مخصولة كويس جدا لان احنا محتاجينها بالكشور بعد كده حبيبة قلب الغالية هتبدأ تجيب اي طاصة او اي حلة صغيرة كده متوفرة عندك وهتبدأ تنقلي فيها البطاطس بتاعتك بالكشور وضروري جدا جدا انها تكون بالكشور لان الكشور فيها مواد مبيضة ومزينة للبوع فضيعة هنا بقى هنضيف معلقة من المكون السحري ده وده موجود في البيت يعني لا هتروح تشتريه من بره ولا هتكلفي نفسك ولا مليم حتى هناخد معلقة من الملح هنا الملح بيزيد من فعالية البطاطس في نسف البقع وازالة حروق الشمس كمان من الحاجات اللي بتديكي نتايج هيلة في ازالة الاوساخ المترقمة من بشرتك وكمان ازالة الرؤوس السودة والبيضة من بشرتك هنرش معلقة واحدة صغيرة خالص من الملح ملح الطعام العادي جدا وهنحطها معايا على حبة البطاطس بعد كده عبدأ ان انا اجيب كباية الا ربع من المياه هنا المياه اللي هنستخدمها تكون مياه عادية جدا يعني لا هي مياه سخنة ولا هي مياه سقعة ولا هي مياه دافية يعني مياه عادية خالص هديم ليها وتكون كباية بالحجم ده كباية شب المياه العادي وهنستخدم كباية الا ربع من المياه هنبدأ ناخد حبة البطاطس مع معلقة الملح احنا كده بصوا مفيش يعني المكونات موجودة في بيتك مفيش بقى كسل وهتقوم ان شاء الله تعملي الوصفة دي وتكتبيلي رأيك في الكومنتات هنبدأ ناخد المكونات معايا وهنبدأ نغليها على نار هادية جدا لحد ما نحس ان البطاطس معايا استود بنسبة مثلا نقول 60-70% مش لازم تكون 100% او تتهري معاكي بس تكون مستوية شوية ويكون المياه اللي فيها ما نشفتش يعني يكون فيها شوية مياه من تحت فهنا بالتالي هتبدأ ترفعيها على النار وتوطي عليها النار وتغطيها وتسبيها هتغلي لحد ما تحس ان المياه بتاعتها يعني نقصت شوية واستوت معاكي هنبدأ نقفل عليها وهوريكي حبيبية قلبي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ بصي بقى حبيبية قلبي اهي استوت معايا وبقى فيها نسبة مياه بسيطة اهي ونسبة المياه دي لازم ان احنا نحتاجها في الوصفة معايا هبدأ بقى ولسه المكونات معايا سخنة في الخلاط او بالهند بلندر او بالكبة زي ما تحبي يعني المتوفر عندك استخدميه هنبدأ نفرومها ونخلطهم مع بعض خلطي ناعم جدا انا هفرومهم بالهند بلندر وهارجع لكم تاني هنبدأ بقى ننقلهم مع بعض زي ما انتم شايفين قوامهم كريمي وكريمي تحس انهم لزق شوية وده اللي احنا نحتاجينه هنبدأ ان احنا ننقلهم بالشكل ده كده ويقداني القوام الكريمي اللي انت شايفان معايا ده بصوا كريم خطير حاجة فضيعة بصوا هنبدأ بقى نقلبوك يا تقلبتين لحد ما نحس بس ان السخونة اللي فيه بدأ التروح لان زي ما قلت لكم اي حاجة سخنة على البشرة ده مر للبشرة لازم تستخدم يا اما حاجة ده فيه قوي يا اما حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة او الدرجة الحرارة العادية يعني الموجودة تمام بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب على الكريم بتاعنا ده هنجيب معايا معايا من النشا او الكورن فلاور وهنا النشا هيتحط فاو دي كده يعني مش هتحطيه وانتي بتسلقيها او بتحطيها على النور كريم البطاطس والملح حاجة في منتهى الروعة لو عندك سواد السنين على فكرة كمان الوصو دي هتنفعلك اوي لو انت طبيعة بشرتك فيها شعر وبر كتير هتخلصك منها هنبدأ نقلب الكريم بتاعنا الفضيع ده زي ما انت شايفة شكله عامل ازاي هيمسك في السواد مش هيتشال غير لما يشلك السواد كله هنبدأ نقلب كويس اوي بالشكل ده لحد ما نحس كده ان الكريم معايا دخل جواء النشا كويس اوي بالشكل ده شايفين البساطة احنا مش حطين مكونات ولا اي حاجة هم مكونات اتنين فقط النشا معاي البطاطس والملح ده ما يعتبرش مكون لانه هو اصلا اه موجود في البيت يعني مش مش حاجة انت هتجي بيها من بره تمام كده احنا عملنا خطوة الكريم تعالوا نعمل خطوتنا التانية سريعا علشان الخطوة التانية دي مهم اوي انك انت تعمليها فيها كمية فواية فضيعة كمان هتنفعل جدا جدا في مشاكل كتير جدا بتواجيها او موجودة فعليا في بشرتك بحبة البطاطس بتاعتنا دي هنبدأ طبعا مبقيا نخسل حبة البطاطس بتاعتي كويس جدا عشان ما يكونش فيها اي اتربة او اي طينة لان انا برضو محتاجة حبة البطاطس بتاعتي التانية تكون بالقشر زي ما قلت لكم القشر فعال في التصبغات الجلدية والسواد تمام هنا الكريم ده هتستخدميه ازاي لازم تتابع معي الفيديو للاخر عشان طريقة استخدامه لي طريقة استخدامه لي طريقة استخدامه وعينة لما هتستخدميه بالطريقة دي النتائج هتكون في ليلة واحدة او في يوم واحد هبدأ ان انا اقطعها لشرايح رائيئة اوي اوي بالشكل ده بصو شرايح رائيئة زي ما يكون بتعملي بطاطس شبسي كده تكون الشرايح بتاعتها رائيئة جدا ليه عايزها رائيئة هقولك هتعملي بها ايه هتعمل بها حاجة هتخلصك من كمية التصبغات كلها وكمية السواد كله اللي في بشرتك كمان هتخلصك من الهلات السودة بالطريقة الرهيبة دي بصو اطعناها لشرايح بصو شرايح رائيئة جدا 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 بالشكل ده بالله عليكي حبيبة البشاير الفيديو على قد ما تقدر الاصحابة لان الوصفة دي كوم بلا فتة بييد بتدي نتائج هيلة في الهلات السودة والتصبغات والسواد بعد ما قطعناها بالشكل ده هبدأ ان انا اجيبها كده بالشكل ده كده في طبق تاني عشان يبقى بس ايه الشرايح كده موجودة بالشكل اللي معايا ده وهبدأ ان انا اجيب شوكة وهبدأ ان انا اخرم شرايح البطاطس بتاعتي بالشكل ده اللي كل قطعة خروم بالشكل ده كده او سكوب بالشكل ده كده لحد ما نحس كده ان كل القطع او شرايح البطاطس بتاعتي متخرمة بالشكل ده كده اهو والتانية برضو هنعملها كده وهناخد برضو واحدة تانية وهنبدأ برضو نخرمها بالشكل ده كده الله يسعد قلبك ما تنسيش تعملي لايك لختك في الفيديو الله يسعد قلبك يا رب وكمان ما تنسيش صلي على سيدنا محمد في الكومنتين هنبدأ نخرمها كويس قوي لحد ما نحس ان هي بقى فيها سكوب بالشكل ده هبدأ ان انا ارش عليها نشا بالشكل ده كده وهفرد النشا معي بالشكل ده بالشكل ده كده بتعملي بقى كمية كلها زي ما انت شايفة وفي كطعتين او شرحتين هنبدأ ناخدهم البقين دولا برضو هتعمليهم بنفس الخطوة بس سريعا كده عشان وقت الفيديو هنبدأ نحط شريحتين كده بالشكل ده كده ودولا مش هتحط فيهم غير معلاقة واحدة من القهوة بس هنبدأ الاول نخرمها ده لو عندك قهوة حطي لو ما عندكيش هتستخدمي نشا برضو بس الافضل ان انت في الشريحتين دولا تحطي قهوة وهنبدأ ان احنا نخرمها برضو ورشة بسيطة جدا جدا من القهوة دي بقى خطوة هتعمليها بعيدة خالص عن دي ودي دي حاجة هتعمليها في خلال ربع ساعة بس هتديكي نتايج حلو قوي تمام يبقى كده دي هنركنها كده على جنب وهنيجي لخطوة النشا هنبدأ بعد ما فردنا النشا كويس جدا بالشكل ده كده على البطاطس بتاعتي وعلى قد ما تقداري خلي شرايح البطاطس بتاعتك تبقى شرايح رقيقة تبقى بالشكل ان انت شايفا معي ده اهو واهم حاجة برضو خطوة التخليم لازم تخرميها كويس قوي وتغرقيها بالنشا بالشكل ده بعد كده هبدأ ان انا اجيب مية ورد وهبدأ ان انا اضيف مية الورد بالشكل ده كده اهو وهبدأ ان انا اسيب كطع البطاطس بالنشا ومية الورد منقعين مع بعض لمدة ما تقلش عن تلاتين دقيقة تلاتين دقيقة منقعين مع بعض علشان شرايح البطاطس دي تتشرب لان احنا مخرمينها تتشرب كويس جدا جدا من النشا وكمان من مية الورد هتستخدميها ازاي بعد التلاتين دقيقة هقولك والوصفة دي بتتساب حوالي عشر دقائق ربع ساعة محطوطة كده الاول قبل ما تستخدميها تعالي بها اقولك على وصفة هنقول على وصفة واحدة وصفة وصفة ورا بعد لان التلات خطوات دولة بمكونين اتنين يعني ما تكلفناش اي حاجة هنعمل بهم خطوات ولا تقولي لي مراكز تجميل ولا تقولي لي جلسات تنظيفة ولا تقولي لي كريمات تفتيح انا عايز اقولك الخطوات دي هتعمليها بنفس الطريقة اللي انا هقولك عليها وشوفي بنفسك البيوت بعدها هبدأ مبدئيا اجيب الكريم السحر بتاعي ده شايفين طبقته سميكة ازاي هيتفرد على بشرتك بسهولة وهيديك بياض التلق على فكرة الوصفة دي تمفع للبشرات الحساسة ما يوركيش انها فيها ملح الملح ما فيهوش مشاكل خالص للبشرات الحساسة لكنها فيها مفعول السحر في الطبيين هنبدأ ندهن طبقة حلوة كده من الكريم بالشكل ده ودهنيه عادي جدا تحت عينيكي ودهنيه في رقابتك ودهنيه في كل الاماكن اللي فيها تصبغات وفيها سوار على فكرة كمان حلوة جدا لو انت عندك خطوط او تجعيد هنبدأ نفرد الكريم بتاعي كويس اوي بالشكل ده وبطبقة سميكة وطبقته زي ما انتم شايفين كده سميك هتمسك في بشرتك على طول وهتبدأي تسي بي الكريم هتبدأي تسي بي الكريم على بشرتك لمدة ما تقلش عن 20 دقيقة لو تقدر تسي بي 30 دقيقة ما تستغربيش لو حسيتي ان الكريم مسك اوي على بشرتك هو بيمسك على البشرة لانه من الحاجات الفعالة اللي لما تمسك على البشرة هي تمسك في السواد نفسه فهتبدأي يا ام هتشيلي عن طريق الفرق يا ام هتخسلي وشك على طول ويفضل وانتي بتحطيه تعودي تفروقي كده وتعملي عملية مساج في الاول لمدة 10 ثواني ولا 20 ثانية كده في الاول وبعد كده تباقي تسي بيه ده افضل يعني لو مش عايزة تفرديه او تحكي كده في بشرتك خلص مفيش اي مشكلة هنبدأ نفرد الكريم وهنسيبه زي ما قلت لكم من 20 ل 30 دقيقة ولازم يتسيب على البشرة نضيفة ما فيهاش اي ميا ما فيهاش اي كلمات ما فيهاش اي اوسيخ وبعد كده هنبدأ نخسل بشرتنا الخطوة دي لوحدها هتشوف بنفسك اول ما تخسلي بشرتك اي ده انا بشرتي عمل كده لي يا باقي ببيضة كده ازاي بقى طبعا هتطمعي بقى لانك هتعميل الخطوة دي بعدها على طول تعالي بقى اقولك بعد ما هتسيبي دول المد التلاتين دي هتستخدميه ومزاي بعد الوصفة دي وعلى فكرة لو انت ما عندكيش مية ورد ممكن تستبدلي مية الورد بالحليب السائل الحليب السائل حلو جدا جدا في الوصفة دي لكن انا استخدمت مية ورد مية الورد ممتازة جدا جدا وحلو جدا في الوصفة ومتناولة عندنا كلنا يعني مفيش واحدة ما عندهاش مية ورد هتلاقي مية الورد دي موجودة عندنا كلنا بعد ما هننقع شرايح البطاطس ومية الورد هنا بقى شرايح البطاطس اتشربت بنسبة 100% هتحسي كمان انا هتطير اتريت معاكي اتشربت بنسبة 100% من مية الورد وكمان من آآ آآ النشا هبدأ بقى ان انا اجي يا ريت انا طبعا يعني عايزاكي تحاول ان انت خليها رقيقة اكتر من كده لو مش هتقدار يبقى كده ماشي هتبدأي تيجي وتسترخي كده وتيجي على الاماكن اللي فيها بقع وفيها سواد وهتبدأي تحطي كمادات البطاطس دي كده على بشرتك بالشكل اللي انت شايفان عادة كده محطوطة كده على الوجه تكوني نايمة كده وحطي مخده ورا دهرك وهي رفع راسك كده الفوق وتروحي وحطي كمادات دي كده وتركيزي بقى وانت بتحطيها على كل الاماكن اللي موجود فيها البقع او اللي غمقى قوي عندك وبتبدأي طبعا تجمعي بقى كل يعني طبعا لسه فيه تاني اهو انا لسه محططوش فهتبدأي ان انت تخلي كلهم انا عملت دولة بس وقدامكم عملي انما انت جميع الشرايح هتعمليها بالطريقة دي وهتسيبيها على بشرتك لمدة ربع ساعة عايزة اقول لك الخطوة دي اقوى من حقن النضارة والطبيعي لانها بتسحب لك كل السواد وكل شحوب بشرتك البشرة الشاحبة اللي بتحس ان هي مفهاش نضارة كمان كل البقع اللي ببشرتك هتتشال ادى افرديها كده على البشرة وسيبيها لي بس ربع ساعة لو تقداري عشرين دي اياه كمان تزودي خمس دايما عندك تمام بعد كده بتبدأ تشيل الكمادات دي بتبدأ تخسلي بشرتك بس خلاص كده شايفين الاتنين دول حاجة كده كمبلا مش هتحتاج ان انت تعملي كل الوقت هياخد منك حوالي عشرين ساعة دقيقة او تلاتين دقيقة وهتلاقي بشرتك اختلفة مئة وتمانين درجة بياض فضيع تعالوا بقى اقول لكم على اخر حاجة معايا ودي للمشكلة الخطوة دي بعد ما هتتساب حوالي عشر دقايق ربع ساعة كده متخرمة ومحطوط فيها القهوة زي ما انتم شايفين القهوة اتشربت فيها دي بقى هتخلصك من ايه الهالات السودة المشكلة اللي كل البنات بتواجحها اللي لو انت بشرتك كلها بيضة وعندك هالات سودة وشك بيبقى شكله تعبان وبتديكي كمان اكبر من سنك وبتضطر ان انت تحطي كونسيلر عشان تداري بيها الهالات السودة هتبدأ بقى تيجي تغدي الشريحتين دولة كل شريح هتحط تحت عينيكي بالشكل ده كده وهي فيها القهوة كل السودة اللي تحت عينيكي والانتفاخات هتتشيل س plataformتدا сبته لي برجو ربع ساعة حبيبة قلبي да getting the full time and even the water. سابته هذه ربع ساعة تحت عميكي يعني احنا كده بقى بوصفات النهاردة اتخلصنا من الهالات السودة وتخلصنا من السواد وتخلصنا من البقع وتخلصنا من التجعيد عايز اقول لكم حاجة كده في منتهى الجمال فين بقى تسلم ايديك يا مويا الله يسعد قلوبكم حبيب قلبي وخليكم لها احلى اخوات في الدنيا ما تنسوش الشير واللايك قبل ما تخرجوا الله يسعدكم يا ربا شوفكم على خير والسلام عليكم